على ارتفاع يتجاوز الثلاثة آلاف متر عن سطح البحر وفي أعلى قمة بجبل صبر في محافظة تعز يقف جامع أهل الكهف منذ مئات السنين متحديا بذلك جميع المتغيرات والظروف التي تشهدها قمة العروس وهي قمة تعلو سلسلة جبلية وعيرة وتتوسط الأودية وقد مر الجامع بمراحل زمنية عديدة فقد خلالها أجزاء من جدرانه ونقوشه ومكوناته واكتسب قيمة تاريخية تصدر أولا عن دلالة اسمه وارتباطه بواحدة من قصص القرآن الكريم وقد جعله ذلك مبعثا للكثير من الروايات واختلافاتها فبين من يقول أنه أقيم على أنقض أهل الكهف ومن يرى غير ذلك تتعدد الأحاديث وجميعها تلتقي عند قدم الجامع الذي يحظى بتقدير كبير من الأهالي لكنه تقدير لا يكفي للحفاظ عليه وصيانته دوريا فمنذ عقود يواجه جامع أهل الكهف مخاطر انهيارات داخلية وقد زادت خلال السنوات الأخيرة كل الإمكانية هنا غير متعة في ظل الأوضاع القائمة حتى كانت من قبل ربما كنا نحصل على وجزء بسيط لكن في ظل الأحداث انتهت علينا كل شيء ضاقت علينا السبول لا نعرف أين نطرقه الباب الذي نطرقه ولا نجي المكان الذي نأتي إليه حتى نبحث عن مصالح هذا المسجد اعتاد القائمون على الجامع والمحيطين به على تجاهل الجادل حول أهل الكهف وما إذا كانوا قد وجدوا في المنطقة لكنهم غير قادرين على رؤية جامعهم وهو يتعرض لكل هذا الإهمال والنسياء